نبدي هسه مكونات العجينة هنا عندي كيلو من الطحين الأبيض خمس إلى ست ملاعق طعام زيت ملعقة طعام ملح ملعقة طعام كبيرة من اللبن الزبادي وطبعا إضافة اللبن أفضل من إضافة الحليب جربوا وادعوا لي هنا عدنا كيس خمرة وطبعا الخمرة هذي أدوبها بغلاس ماي وشوية أرش عليها شكر على موجي ساعدها أنه ذوبه بسرعة وشغل عملية التخمير أسرع هاي هي مكونات العجينة وطبعا هذي العجينة سحرية ترهم للبيتزا اللحمة بعجين فطائر الجبن إن شاء الله تجربوها وتعجبكم هسه رح نبدي بالعجن أول شي نضيف الملح نعمل حفرة بالوساط نضيف الزيت طبعا نفتفتها بإيدنا بهالطريقة هذيه شي على موت الدهن مايصر عندي تجمعات وتستمرون حفتتها وارجع لكم هنا عندي الخمرة حطيتها بغلاس ماي رح أضيف شوية شكر على الوجي وأخلطها وأتركها في الدقيقة إلى أن أدوب بعد أندابة الخمرة رح أضيفها هسه وأضيف اللبن وأضيف الماء تدريجيا وأبدي أعجنها إلى أنا حصل على عجينة متماسكة حسنا نبدين أعجن بالإيد ومثل ما تترككم نضيف الماء تدريجيا ترجمة نانسي قنقر نضيف الماء ترجمة نانسي قنقر رح أضيفها فوق البصد وأخليها شوية تحمسويا طبعا النار يكون كلك ناصية حتى يتبل الاسباناغ وما يحترك بس رح اترك كيف التحليف على ما يتبل هذه الخطوة تساعدني انه اولا يتبل الاسباناغ وثانيا يتخلص من المي ماته ممكن اكو طريقة اخرى انه تملحون الاسباناغ وما تطبخوه تملحوه ظلون تعصرون به الى ان ينزل كل ميه الاسباناغ بس انا احب هاي الطريقة اكثر يصير بي طعم حمسة اطيب من انه يبقني سوف اضيف ملح وشوية من الملاندوزي سوف اضيف ملح وشوية من الملاندوزي بس انا ماري تسر بيها مي قاني دانشف المي ماري داحوط لعسير ليمون ورح احوط لاملح اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة